أعمل قبل كده أصعلوك أربح الملون مع الفنان ممدوحوا فيه كنت أعمل مع أستاذ رياد الخولي أعمال كتير مع أستاذ أحمد عب عزيز في المصرح الكوميدي مع الفنان عيدة فهمي مصرحية أنا الرئيس مع الفنان سامي حسين أنا عادت طول ما أنا موجود في المصرح الكوميدي أنا بشتغل على طول عشانت بحظة لك عارفة نعم موجود يعني أنا عارفة على فكرة أنا متابعك وأنا زملتك في مصرح الشباب طبع متابع فأحنا يعني أنا متابعك أنت باش الله يعني مطلوب جدا جدا وكمصرحي متربي على دين الأكابر أه الحمد لله انت ليك وجود تقريبا سنة يعني كل سنة انت ليك الحمد لله على طول على طول الحمد لله موجود حتى لو ما كنتش موجود في المصرح بأعمل للطفل كمان مصرحيات الصبح كده في المدارس يا سلام أه أنا بكتب وبخرج وبعمل حاجات مع منتجة كده بنزل للمدارس واعرض لهم حاجات أنا وفنانة راندا وفنانة مية عبد النبي الله فنانة نهاية دروس دي قعدنا سنين لحد النهاردة أنا وفنان لأ أبو ليف وفنان هدي خفاجة يعني كل فترة أنا بكتب وبخرج لنفسي وأعمال للأطفال عشان أفضل دايما موجود مع الطفل لأن أنا من عشاء طبعا أعمال الطفل وفاكرة طبعا بجي وطمطم موزة سنين عم فؤاد فدايما مصر أن أنا أبقى موجود مع الطفل برضو مقدرش دايما معي انت مبسوط بالمكانة اللي انت فيها لا الحمد لله أنا عندي رضا عند رضا كبيرة قوي والحمد لله أنا في نعمة نعمة كبيرة قوي إيه كان أولا حيوك بفرح أنا قوي إنت مفكرتش يعني أنا بقولك أنت راضي عن اللي انت فيه لا الحمد لله رغم أن ممكن حد تاني يقولك لا أنا كان نفسي أخد فرص تانية في أدوار مختلفة اللي هيجيلي من نصيبي اللي مش هيجيلي مش نصيبي اللي هيجيلي بتاعي مش هيجيلي مش بتاعي يمكن يكون لأن الحتة دي من خلالي أعطر أعمال أعمال كتير لكن لو كنت نجمة مثلا أو بطل هقدر أنتخي وهقدر يبدور واحد وفضل قاعد عليه لكن أنا لو بمثل بحضر كل حاجة شريك بتسأل سؤال بس أنت جاوبت عليه يعني أنت جاوبت عليه قبل ما نسأله فكرة أن أنت لو ما بتشتغلش في مصرح الدولة ليك مصدر رزق تاني فأنت قلت لي أن أنت بتسعى وبتعمل مصرحيات أنت اللي بتكتبها وتخرجها طب هقولك حالة كمان أنا بعمل مسلسلات كمان على اليوتيوب الله أكبر بعمل أعمال ليه مثلا صديق ليه مكاتب باسم مجدي سعد وأنا بخرج وبعمل وبجمع الشباب بعمل زي ورشة أعلم الناس ديبتك صبر مصدر داخل طيب بسيط بسيط هي حاجة بسيطة بس أنا عشان دايما أشتغل برضو على تراثنا جيب الرحاني والأعمال القديمة أعملها زي مسلسلات كده عملت حاجة سمي أدونا لما تضحك عملت حاجة سميها ناس حلوة إزاي نبقى حلوين مع بعض يعني حاجات اجتماعية كده ومستمر موجود فيها على طول ما حلمتش فترة من الفترات أن أنت تغير نوعية الأدوار ولا سمح لي لما أنا تغير لزمان لو تفتكري مع الأستاذ نادر جلال أنا عملت أدوار مختلفة لو فيك على قال لي كنت عامل شخصية خير ملاش علاقة بجسمي ولا علاقة بتيبي ملاشي علاقة بتيبي ملاشي علاقة بتيبي ملاشي علاقة بتيبي فحضرتك مثلا محصور في شكل معين هم اللي حصريني لما عدت فترة زمان في القهواجي لكن لما جي الأستاذ نادر جلال وحطيني في دور صاحب الكبري اللي هو طمعان في اللي حواليه فالمخرجين هم اللي بيحصروك مش قدر بتحصر نفسك يمكن يكون لونك أو تيبك لأ أنت لو بصيته للممثل على أنه هو ممثل جيد هيعمل كل حاجة وأنا أقدر أقولك عملت كل حاجة برضو بص في حتة كده عايز أتكلم فيها بس مش عارفة حتدايقك ولا لا تفضلي لا كل حاجة دا حتأمرك كده مش هتدايق مني لا مش هتدايق لا والله كان فيه كده يعني مشاكل شخصية طاغت شوية على يعني حضورك الفن على حضوري الفن ممكن صح مشاكل هي المشاكل اللي أنا حطيت فيها دي بسبب طبتي وبسبب أن أنا بقبل وبسبب أن أنا ما ببصش ما بانطقيش عارفة عارفة ممكن تكون مش مساعدة أكل العيش طب نوضح للناس كانت إيه؟ تفضلي لا وضح أنت أنا هو اللي هو كان كليب كده أنا مكنتش قاصة دي أعمل كليب ولا حاجة أنا أنا مش مطرب ولا حاجة بالعكس بلغم أن أنا مولوجست أساسا بس قصة إن أنا جيت بعمل فيلم اسمه سيلك أريان فيلم من الأفلام البسيطة اللي قريلت التكاليف لأن أعدت فترة الشعر مع الأستاذ سعيد صالح والأستاذ يوني الشاري بأفلام سمو أفلام من الأولاد فأنا قلت يمكن الفيلم ده من نوع المقابلات لأن أنا بطل فيه وأنا بأعمل الفيلم المنتج عرض عليها الكليب أقولهم ده مش هينفع أقولهم ده مش مطرب أنت بس إيه بتطلع معاك كده طول ما أقول ده مش هينفع ينزل هو شوية الناس كان أعترضوا أعترضوا على اللفظ وعلى الحاجات أنه كان أنا أصفة يعني واعتذرت والله ما نعرف عشان كده إحنا بنقول كان يعني خارج مش ملتزم مش أخلاقي أنا كنتش قاصد والله واستغربناه منك أمشان اللي كنت عام أنا وأنا وأنا بصور استغربنا منك أن أنت حضرتك توافق أن أنت تبقى موجود في الإطار اللي هو أخلاقي ده أنا وأنا مثلا بصور وأنا كنت بصور في الفيوم الفيلم اللي هو فبيصوروا الكليب فأقولت لهم ده مش هينفع ده كذا كذا قالوا لي لا ده مش هنزله ده ده هي أنت فهمها غلط أنا فهمت ممكن يكون لما يعني اللي أنت فهمه في الموضوع حتة الجناس أو حتة اللفظ التورية اللي فيه ده إحنا مش هيبقى واضح لأنني اتخدعت اه اتخدعت باسم البسم الطيبة يعني اعتذرت وأعتقد بتكرر دلوقتي اعتذارك تاني كتير بقرر اعتذاري طبعا أنا لازم أنطقي لازم الفنان يحافظ على تاريخه وينطقي ويقول لأ لازم أقول لأ مش عشان أنا في الفيلم لازم أعمل لأ لازم أقول لأ لازم الإطار يبقى محترم ويليق بيك طبعا طبعا تاريخ محترم يا مارد جاب طبعا طبعا